وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وإطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط عشرين قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت ألف وتسعمائة وسبعين استوانات بوتاجاز وضبط خمس عشر قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت مائتين وخمسة وثلاثين ألف ومائة وستين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط عشرة ألاف وثلاثمائة وأربع وثلاثين قضية السلع غزائية وتمونية بمضبطات وزنت قرابة ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعين ونصف طن السلع غزائية وتمونية متنوعة كما تم ضبط سبع وأربعين قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتغزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبطات بلغت أكثر من سلاثمائة وستة وستين ونصف طن وكذلك ضبط أربعة ألاف ومائتين وتسعة مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت أكثر من أربعة عشر ونصف طن كما تم ضبط سمان عشر قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت أكثر من تسعة وخمسين طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط ألفين وأربعمائة وخمسين قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية وتم ضبط أكثر من مائتين وواحد وسبعين طن كما تم ضبط مائة وإحدى وعشرين قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت قرابة مائة وأربعة وثلاثين طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط قضية في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبطات بلغت عشرين طن وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ثلاثمائة وسلسة ألف وستمائة 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 واربعين مخالفة مرورية متنوعة من بينها اثنان وستون ألفا وأربعمائة واربع وخمسون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحاملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد أربعة ألاف ومائتين وواحد وستين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائتين وعشر سائقا منهم كما تم المرور على مائة وتسع واربعين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد سلاسمائة وتسعة وعشرين من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص سلاسمائة وتسع وعشرين مركبة وتبين صلاحيتهم جميعا كما تم رفع أربعمائة وأربع وعشرين سيارة وخمسين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط أحد عشر ألفا وتسعمائة واثنتين وثمانين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوثة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط ألف وتسعمائة وسبع وسلسين مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط ألفين وسلسمائة وثمان وعشرين مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط أربعة ألاف وخمسمائة وإحدى وثمانين مخالفة الزجاج المنونة بدون ترخيص وضبط أربعة ألاف وثمانمائة وأربع وتسعين مخالفة ملصقات وضبط تسعة وتسعين محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الامن السياحي نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط 674 قضية ومخالفة ابرزها حيازة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 85126 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71.923.994 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 241 قضية من بينها 262 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الاموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 57 قضية بقيمة مالية بلغت 78.441.238 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت اجهزة الوزارة من ضبط 1669 قضية بقيمة مالية بلغت اكثر من مليار 816.5 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفئة لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11.377.570 جنيه